تسريب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو يدعو فيه لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة والاستعداد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس بزارة الخارجية الفلسطينية نددت بالتسريب وأكدت أن تصريحات نتنياهو اعتراف إسرائيلي رسمي لسياسة الحكومة المعادية للسلام والرافضة لقرارات الشرعية الدولية الوزارة قالت أيضا أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات وجرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية تعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية واتخاذ ما يلزم بحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين فهل بات حل الدولتين على المحك وفقا للسياسات التي تنتهجها حكومة نتنياهو وما شكل الرد الأمريكي وأوراق ضغط التي تمتلكها واشنطن ضيفانا في هذا الحوار من رام الله الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أشرف العكة ومن القدس الكاتب والبحث السياسي يوني بن مناحم أهلا وسهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار لمناقشة هذه التطورات هذه التصريحات أو التسريبات لبنيمين نتنياهو سأبدأ معك أستاذ يوني التصريحات هذه أو التسريبات أتت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة وذلك قبل أيام هو قال أنه على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى قيام دولة مستقلة لهم في أي إطار بداية يمكن وضع هذه التصريحات التي تعكس كما يرى البعض صراحة حقيقة النوايا الإسرائيلية النوايا الإسرائيلية لحكومة اليمين برئيس نتنياهو هي ليس السر وهذا التسريب يعطي من صفوف حزب الليكود وهو تأكيد على سياسة حكومة اليمين في إسرائيل التي لا تريد قامة دولة فلسطينية ولا تؤمن بحال الدولتين وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عندما تحول القطاع إلى دولة إرهاب التي تطلق السواريح باتجاه إسرائيل وتبني الأنفاق ولذلك هناك رفض قوي في صفوف اليمين الإسرائيلي لمثل هذه الفكرة ولحل الدولتين لكن نتنياهو نفسه لم يكن يصرح بهذه الصراحة حول هذا الموضوع بالذات هو اللي كان متمسك يمكن باتفاقيات الانفتاح وأيضا بدعم هذا الحل في أكثر من مرة شو اللي يجعله يتماشى اليوم مع الخط اليميني المتشدد لحكومته نتنياهو دائما كان يؤيد السلام الاقتصادي ما يسميه السلام الاقتصادي وهو التقوية الاقتصاد الفلسطيني وإعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين وليس أكثر من حكم ذاتي ولذلك ليس هناك أي شيء جديد في هذه السياسة ونتنياهو يتمسك بهذه السياسة منذ تولي الحكم في إسرائيل في 96 وهذا ليس شيء جديد بطبيعة الحال سأعود لربما إلى الكثير من الدوافع اللي رأى البعض أنها تجعل نتنياهو يتحدث في هذا الاتجاه بكل صراحة الآن دكتور أشرف أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار الرئاسة الفلسطينية ردت على هذه التسريبات وأكدت أن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار أتساءل هنا دكتور أشرف كيف يمكن اليوم التوصل إلى هذا الحل في ظل النواية الإسرائيلية المعلنة ولو في اجتماعات مغلقة مساء الخير أولا أهلا وسهلا أنا بتقديري الأمور أصبحت أكثر تعقيدا سواء كان على القيادة الفلسطينية أو على كل من يعتقد أن ما زال في هناك أي فرصة أو أي أمل للسلام في ظل ليس فقط حكومة نتنياهو هذا اليمين هذا النهج نهج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاقيات أوسلو تم اغتيال رابين وسجن أولمارت وغير ذلك من مراحل ومحطات أثبتت بالضرورة أن إسرائيل لا تريد السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرتكزات عملية التسوى إذن نحن أمام مرحلة جديدة في تطور هذا الصراع ورسمية إعلان إسرائيل وما أراد نتنياهو وتثبيت تلك المواقف في داخل الائتلاف إضافة لذلك هي إشارة للعالم والإقليم أن هذا ما يمكن أن تقبل به إسرائيل كحل للقضية الفلسطينية في ظل الدعوات والمطالبات المختلفة بأليات دولية لإيجاد حل على طريقة حل لدولتين إضافة لذلك هو محاولة لابتزاز السلطة الفلسطينية وتهديدها من جهة بفعل تنامي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل تتهم السلطة أنها تخض الطرف عن تنامي تلك المقاومة في مواجهة ذلك المشروع الاستيطاني التهويدي التهجيري ما يجري الآن من صراع هي محاولة من هذه الحكومة بالتحديد لقيادة مرحلة وتجسيد مرحلة لحسم الصراع مع الفلسطينيين وفق هذه الرؤية التي يقول عنها وأنا بتقديري هذه الرؤية ليس فقط حتى إبقاء السلطة الفلسطينية كما يدعي ودعم الاقتصاد الفلسطيني يقوم على قاعدة واحدة ليس وجود سلطة وطنية بهذا المعنى وإنما تفريغ السلطة من محتواها وإبقاء دورها الوظيفي الأمني بما يوفر على هذا الاحتلال عبع احتلال الضفة الغربية وأنا بتقديري أن المرحلة دقيقة وحساسة إضافة لذلك لا رهان جدي من القيادة الفلسطينية وقبل أيام قليلة مع مبعوثة للإدارة الأمريكية مع سيد الرئيس محمود عباس أبلغت الرئيس أن الإدارة الأمريكية لاستستطيع فعل شيء مع الإسرائيليين ونحن عاجزون عن الضغط على إسرائيل أو إجبارها على أي شيء يقدم بهذا الموضوع وحتى الرئيس طلبها قال بشكل واضح نحن نريد منكم بعض المواقف التي تعهدتم بها إبان الحملة الانتخابية لإدارة بايدن منها الاعتراف عدم إبقاء منظمة التحريع لقوائم الإرهاب وفتح الكنسولية والممثلية وغير ذلك من مطالب تعهدت بها الإدارة الأمريكية كل ذلك لم يحدث هذا دليل على أن الشعب الفلسطيني وقيادته ستواجه محاولة إسرائيلية جدية للانقضاء على الحقوق الوطنية المشروع للشعب الفلسطيني وهذا عمليا لن يحدث وما يجري من تصريحات ومداهمات واعتقالات وهدم وحرق هو وصف عمليا لمواجهة جدية مع هذا الاحتلال ومع حكومة نتنياهو بقيادة هذا اليمين الفاشي المضطرف في إسرائيل انطلاقا من ما تحدث به الدكتور أشرف وتحديدا من هذه المواقف الأمريكية على الرغم من الكثير من التنددات إن كانت يمكن أمريكية أو دولية أخرى أو حتى إقليمية أتساءل معك أستاذ يوني هل يمكن لإسرائيل أن تنطلق في مشروع كهذا من دون ضوء أخضر أمريكي بالتحديد يعني اليوم نتساءل كثيرة هي التنددات كثيرة هي الدول الداعمة لحل دولتين وبالتالي هل يمكن لإسرائيل أن تعادي العالم اليوم باستكمالها لهذا المشروع غير آبهة رافضة لقرارات الشرعية الدولية إسرائيل كما قال الزميل من رمالة كانت هناك زيارة لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية بربرة ليف ويلتقت مع المسؤولين الإسرائيليين والتلب الرئيسي الأمريكي كان بتقوية إسرائيل للسلطة الفلسطينية والتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية للسلطة لكي لا تنهار السلطة الفلسطينية هذا كان المتلب الرئيسي الأمريكي لأن الوليات المتحدة تعلم ما هي مواقف نتنياو وما هي مواقف اليمين الإسرائيلي واليوم اليمين الإسرائيلي هو يسيطر وعنده الأغلبية في البرلمان في الكنيسة وليس هناك أي إمكانية لإسكاد هذه الحكومة اليمينية وبالطالي أي دارت أمريكي على إسرائيل في هذا الشأن لا يؤدي إلى شيء وهذا الكلام تم نقله إلى سيد محمود عباس وهو يعرف أيضا الحقيقة السياسية في إسرائيل ولذلك الشيء الوحيد الممكن هو تقوية السلطة الفلسطينية من ناحية اقتصادية تقوية السلطة الفلسطينية من ناحية اقتصادية لكن بالوقت نفسه على إسرائيل أن تستعد للفترة التي تالي رحيل الرئيس عباس أنا لا أفهم ما هي المعادلة هنا أستاذ يوني معادلة بسيطة جدا المعادلة هي بسيطة جدا السيد محمود عباس كبر بالسين وسينزل من الساحة السياسية كريبا هاي التوقعات الفلسطينية والمطلوب هو إجراء انتخابات في الضفة الأربية وقطع أرازها لانتخاب رئيس جديد وليس هناك أي إمكانية لإجراء انتخابات في الضفة الأربية قطع أرازها بدون التنسيك الأمني مع إسرائيل طيب دكتور أشرف كيف أنتم تنظرون إلى هذا التصريح يعني هي مسألة التحضير لربما لهذه المرحلة الجديدة التي تقول إسرائيل أنها ستدعم مستعدة لمساعدة السلطة اقتصاديا لكن بمرحلة لا يكون فيها الرئيس محمود عباس بدي أسمع كمان رأيكم على ما ورد في التصريبات يعني لا يمكن قبول الحلود الاقتصادية المجتزئة دون الحل الوطني والسياسي للقضية الفلسطينية هذا كل الشعب الفلسطيني مجمع عليه ولا يمكن لهذه الحكومة وهي تعلم تماما أن الشعب الفلسطيني مسر على تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة في الدولة والعودة وتقرر المصير دعينا أقول أن هذا الاحتلال يستطيع أن يقتل يستطيع أن يذبح يستطيع أن يقيد حركتنا التجارية والاقتصادية وأن يقتل كل أشكال الحياة ولكنه لا يستطيع أن يقتل إرادة النضال عند الشعب الفلسطيني والشعور العام الآن هو شعور بالحالة الوطنية العارمة وما شكل المقاومة المتجسدة عمليا والرافضة لكل سياسات الاقتلاع والتهجير والاستيطان إلا تعبير بالضرورة عن التفاف الشعب الفلسطيني حول قضاياها الوطنية الكبرى ولكن كمان في المقابل هناك إشاعات إسرائيلية منذ فترة عمليا لإضعاف السلطة وتقويضها وعمليا هي لا تريد أي شكل من أشكال السلطة هي تريد روابط كرة كان هناك مشروع في ثمانينيات القرن الماضي لحل ما للقضية الفلسطينية من خلال روابط كرة وميليشيات تدعم هذا الاحتلال وتحميل ولكن كل تلك المشاريع عمليا فشلت وستفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني أنا بتقديري نحن جميعا في هذه المرحلة لدينا أربع شهور حاسمات القيادة الفلسطينية تحضر نفسها لخطاب ماد الرئيس في الجمعية العامة في سبتمبر القادم إضافة لذلك هذه الحكومة تسارع خطواتها في هذه الأربع شهور على اعتبار أن هناك إدارة أمريكية قد تتغير وانتخابات في الولايات المتحدة وهذه الإدارة في أضعف حالاتها ولهذا السبب هذه الفترة حاسمة في التصريحات وفي أستقوف السياسية وفي التحضيرات الميدانية كذلك دعينا أقول الشعب الفلسطيني تحضر الآن ميدانيا وهناك قد يكون شكل من أشكال الانتفاض العارمة وهذه التهيئة الوطنية الجدية وحتى القيادة عمليا تهيئ الفصائل وتهيئ القوى وتهيئ المجتمع الفلسطيني بأننا أمام مرحلة حاسمة الشعب الفلسطيني يختار قيادته ولا يمكن لأي جهة وتحديدا إسرائيل أن تفرض أي شكل من أشكال القيادة على الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يؤمن بأنه لا يمكن لحقوقه الوطنية أن تنجز إلا بمعركة نضال وطني تحرري مع هذا الاحتلال بكل ما يعني ذلك من استخدام السياسة والدبلوماسية والمقاومة بكل أشكالها وهناك تعبيرات مختلفة لصمود أبناء شعبنا وأنا بالتقدير على إسرائيل أن تنظر ما يجري من تطورات حتى ميدانية هذه المقاومة المحاصرة في الضف والشعب المحاصر في الضف يستطيع أن ينزل شكل من أشكال الصواريخ التي قد توجع هذا الاحتلال وعليه أن يدرك أن هناك مجتمع فلسطيني حي وهناك شباب يعني تمتلك من الإرادة والكوة والقدرة والعلم والمعرفة في تطوير كل أشكال المقاومة في مواجهة ودحر هذا الاحتلال وإفشال كل مخططاته في جعلنا حتى نقبل بأي حل يفرض على الشعب كانت مفاجئة بالنسبة للجانب الإسرائيلي لكن يبقى التساؤل هنا بما أنه ذكرتم أنه في فترة معينة ستكون صعبة وهي مرحلة دقيقة وحساسة أسأل أستاذيوني البعض يعتبر أن حكومات اليمين أستاذيوني تصاعد كلاميا لكنها حقيقة لا تذهب بعيدا بمواقفها وبقراراتها إلى أي مدى سنرى حقيقة خطوات فاعلة في هذا الاتجاه اللي يضر بحل الدولتين الحل الدولتين هو ليس مقبول ليس فقط على اليمين الإسرائيلي ولكن أيضا الشريحة أخرى في الجمهور الإسرائيلي بعد تجربة غزة وبعدما سار في قطعة غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها هذا كل مؤشرات سلبية وليس هناك ثقة بين الشعبين والشعب الإسرائيلي لا يثق بأن إذا تم انسحاب من الضفة الأربية ستقام هناك دولة فلسطينية معادية لإسرائيل التي تهاجم إسرائيل كما حصل في قطعة غزة ولذلك الأغلبية في إسرائيل نعتقد تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وكلام نتنياهو ليس كلام جديد الوضع لا يبشر بالخير ما رأيك دكتور أشرف العكي في من يعتبر اليوم أن نتنياهو يبحث إلى توحيد الإسرائيليين حول ملف أو موضوع يجمعهم في ظل الانقسامات الحادة الموجودة أيضا هذا صحيح ولا يمكن إغفال ما يجري من الانقسام في داخل إسرائيل وتلك الخلافات على كل القضايا سواء كانت التعديلات القضائية القضايا السياسية القضايا الاجتماعية القضايا هيمنة الدين اليهودي على دين على لبرالية الدولة في إسرائيل هذا كله يشكل إشكال عمليا يصدر أزماته الداخلية على الشعب الفلسطيني وبالتالي نلاحظ أن تلك المواقف المتطرفة والفاشية تجاه الشعب الفلسطيني واستحضار الدم الفلسطيني في كل محطة هذا يجمعهم نعم وإن كانوا هم يعارضون الأغلبية قيام دولة فلسطينية نحن نقول بشكل مواضح كفلسطينيين بكل مكونات الحالة الفلسطينية نحن كذلك لا نرضى إلا بحقوقنا الوطنية المشروعة وإذا قبل الشعب الفلسطيني تحت مرحلة من مراحل يعني ظروف متغيرات العالم في تسعيالات القرن الماضي بحل الدولتين أو حسب مرتكزات عملية التسوية قد يأتي جيل ويطالب فلسطين التاريخية فعليهم أن يدركوا أن ما يفجروه الآن من صراع بين الأجيال قد يمتد إلى عقود قادمة وعليهم أن يعلموا أن الشعب الفلسطيني في الشتات حي لقضيته الوطنية ويريد العودة وما زالت مفاتيح العودة على صدور الأمهات والشباب في الشتات والتالي حكومة الوطنية المشروعة شكرا جزيلا الشكر من رام الله البحث في العلاقات الدولية والشكر موصول لضيفي من القدس الكاتب البحث السياسي وعليهم أن تكونوا بالمناحب